السيدة ام ياسمين تتفضل علوه مسائل خير مسائل نور يا سيدة ام ياسمين اتفضلي ام ياسين مع حضرتك يا شيخ معالي ام ياسين اه يا شيخ هستأذنك بس يا شيخ انا الزوجة التالتة في حياة جوزي تمام الزوجة التالتة يعني تالت زواج ولا الزوجة رقم تلاتة على زمته طيب يعني هو همتجاوز اتنين معاك دلوقتي اتنين قبلي بس انفصلوا طيب يبقى انت الزوجة رقم تلاتة بمعنى ان انت تالت جوازة اه يا فندم ليه طيب اتفضلي انا عارف المقدمة دي اه يا فندم استأذنك دلوقتي انا جوزي اه بيصرف على الاولى وعلى التانية ما عنديش مشكلة على اولاده وبيدخلهم مدارس دولية ما فيش اي مشكلة اه الزوجة رقم اتنين اه واخد لها شقة ايجار وبيصرف على اكلها وشربها وعلى اكل بنته وشربه ومدرستها وما عنديش مشكلة بس الزوجة رقم اتنين دي يا شيخ اه بتطلع على تيك توك لايفات وبشعرها ومدخنة موجد تسأليني سؤال لو سمحت يا سيدة امو ياسين انا بقول لحضرتك انا بقى حياتنا متعسرة ماديا هل من الحلال ان هو يصرف على ست مدخنة لايفات تك توك وبشعرها حلس اجاوبك يا امو ياسين انا اجاوبك ولا حلال اللي انا فيه مين اولى بيته اولى ولا ست غريبة اجاوبك يا امو ياسين اجاوبك يا امو ياسين امو ياسين انت جاوستيه وعارف ان هو عنده اولاد من الزوجة الاولى والزوجة التانية هو في الحقيقة التعبير الصحيح في بعض الاحيين ان هو بيصرف على اولاده ومش بيصرف على زوجاته السابقات اذا كان هو بيصرف على اولاده فهو بيصرف على اولاده لو كانوا في سن الحضانة فهو بيصرف على اولاده هو لو كان صرفه على اولاده بنفس الطريقة اللي انت بتقولي عليها دي لو اخذ لها شاء اجار لو كان هو يعني من اغنغ الزوجة التانية انت عايزها يرمي الزوجة التانية دي لأن الزوجة التانية دي أنت خايفة أنها تحلف عينيه فعايزها ما يصرفش على عياله لا هو بيصرف إذا كان بيصرف على عياله ومدخل الأولاد من الزواج الأول والزواج التاني مدارس دولية هو السؤال إمتى حضرتك تتكلمه وتزعالي لو كان أولادك مش في مدارس دولية لكن لو هو مدخل أولادك منته التلاتة في مدارس دولية خلاص هو بيعمل عليه أما بقى أنت عايزها ما يصرفش خالص على البيت التاني يعني ما يصرفش على أولاده وأكيد أولاده هتلاقيهم بيشتكوا من أنه ما بيصرفش عليهم هو ببساطة خالص لو كان بيصرف على أولاده أنت ملكيش حق أن أنت تلومي وخاصة لو كان بيصرف على أولادك زي ما بيصرف على لأن في الحقيقة الأولاد التلاتة متسويين في وجوب النفق عليهم لو كانوا في زمن وجوب النفق فالوجوب النفق على التلاتة دول ده واجب عليه ولزيك أنا بنصحك بإيه بقى أنا خلاص قلت لك الفتوى هل يجوز أنه هو ينفق على واحدة لا بس هو بينفق عليها ولا بينفق على أولاد فإذا كان بينفق على أولاد آه ده واجب عليه مش هو بينفق عليها هي كونها النهية لما بينفق على أولادها بترتاح هي بقى آه بس هو بينفق على أولاده كونه مؤجر شقة فهي قاعدة مع أولادها عشان بترعاهم كونها بقى ما بترعاهمهمش هي تروح تبقى سمة بقى لو إن هي بسكنة مع الأولاد وما بترعاهمش وسيباهم في حالة عدم تربية رشيدة آه دي تحاسب أمام الله سبحانه وتعالى لكن سكنتها معها باعتبارها حاضنة وباعتبارها بتساعد الأولاد ده ده حقه خلاص يبقى إذا كان الواصف ده كده خلاص انت بتقولي احنا متعسرين متعسرين ليه لو كان التعسر ده بسبب أن انت مش حاسة أن انت مرتاحة في حياتك لأنه بينفق على بيوت تانية فده ده تواجب عليه لكن لو انت متعسرين لأنه هو في الحقيقة بيميز البيوت التانية عن بيتك آه لا هو ده اللي احنا ممكن نتكلم عليه أنه ده تبقى ظلم وعدم عدل إنه بينفق على الأولاده أكتر من بينفق عليك وعلى أولادك آه ده يبقى عدم العدل فحكم ده إيه حرام لكن لو كان المشكلة إن احنا عندنا أولاد كتار مع زوجة فالفلوس مش بكفية طبعا مش هتكفي فنعمل إيه مفيش مانع أن احنا نعدل طريقة النفقة في التلات بيوت نعدل طريقة النفقة في التلات بيوت هو ده الفعل الرشيد وهو ده اللي يبقى يجعل زوجك يقوم بواجبه تجاه ما أوجبه الله عليه من نفق على الأولاد والزوجة